معناه تحسب تلقى 46 دينار بتاع دعم حق لي ترتع الحليب بلك الدعم ما يفوتش ربع دنانير معناه الدولار يدعم ب58 دينار لا يكاد الحديث يهدأ حتى ينبعث من جديد حول ملف الدعم الحكومي في الجزائر فقد شهدت السنوات الأخيرة حديثا متواترا حول اعتزام الحكومة الانتقال من دعم واسع إلى دعم موجه للفئات الهشة دون غيرها لكن السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة يتعلق بقدرة الحكومة التنازل عن بطاقة تسميها السياسة الاجتماعية ويسميها المعارضون شراء السلم الاجتماعي غير بعيد عن الجزائر وفي السودان الشقيق رفعت الحكومة هناك سعر الرغيف الواحد من نصف جنيه سوداني إلى جنيه كامل على خلفية خفض كبير في قيمة العملة أمام الدولار أما في مصر فلم تتردد حكومة عبد الفتاح السيسي في مراجعة دعم مواد كثيرة مرات متتالية والتصريح بنهاية دعم الكهرباء في 2022 ووصل غليان الأسعار حدا جعله مادة دسمة للإعلام المصرية يقول لي فين؟ فين؟ فين دا؟ من اين؟ من قال؟ مالأسعار كوة ونار؟ من قال؟ ووزير الكهرباء جايبي يقول لي ان بعد 4 سنين الكهرباء هتتباع بالسعر العالمي بدون دعم طب ما نفكر هو أنتوا ليه بترموا علينا الخبر كده وتروحوا تمشوا طب ما نتناقش ما يبقاش كله ضرب ضرب ولا اشتيمة وفي الأردن كانت قاعة البرلمان وساحة النخيل بالعاصمة عمان ساحة للتعبير عن معارضة ما يسمى حكومة الإفقار وفي مقابل ذلك راجعت حكومة الجزائر على استحياء دعمها للسلع واسعة الاستهلاك مرة بعد مرة في قوانين المالية للسنوات الأخيرة لكنها لم تملك الجرأة لحد الآن للقيام بمراجعة أعمق لسياسات الدعم التي تمثل ثلث الناتج المحلي الخام للبلاد تردد تعددت قراءاته بين مؤيد يرافع لحكمة الجهاز التنفيذي في توفير مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي يحد من الدعم دون أن يثقل القدرة الشرائية للمواطنين وبين معارض يقول إن الحكومة غير قادرة على دفع الكلفة السياسية والاجتماعية لمغامرة اقتصادية من هذا النوع ولئن توقع الكثيرون أن يكون رهان 2019 سياسيا خالصا فإن وزراء الرئيس يقولون أن لمتاعب الاقتصاد نصيبها الوافرة من العام القادم تلميحا وتصريحا ترجمة نانسي قنقر